بريطانيا تعلن أن مجموعة الدول الصناعية السبع اتفقت على مجموعة من المبادئ التي تحكم استخدام البيانات العابرة للحدود وتنظم التجارة الرقمية فيما بينها وجاء في بيان تولت لندن إصداره باسم المجموعة ككل أن دول التكتل تعرض الحماية الرقمية والسلطوية ولذلك تبنت مبادئ جديدة ستكون مرشدا لنهج مجموعة السبع في التجارة الرقمية على حد وصف البيان وتوصل وزراء التجارة في دول مجموعة السبع إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع عقد في لندن يوم الجمعة الماضية وقال مسؤول بريطاني مطلع إن الاتفاق يعد اختراقا حقيقيا جاء نتيجة جهد دبلوماسي شاق وتعارض مجموعة السبع التقنية الدفاعية الرقمية المعمول بها حاليا ويرسل اتفاق جديد نهجا وسطيا بين النظم حماية البيانات المقيدة قانونيا باللوائح في الدول الأوروبية وألية الولايات المتحدة الأكثر انفتاحا النهج الجديد يهدف إلى تغطية الأسواق الرقمية المفتوحة كما يحمي تدفقات المعلومات العابرة للحدود بالإضافة إلى أنه يوفر وسائل الحماية للعمال والمستهلكين والشركات على حد السواء ويغطي نظم التجارة الرقمية والحوكم العالمية العادلة والشاملة اتفاق مجموعة السبع ألحقت به وثيقة أشارت إلى قناعة الدول الأعضاء بضرورة معالجة العقبات غير المبررة أمام تدفقات البيانات عبر القارات مع مواصلة الحفاظ على الخصوصية وحماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية ترجمة نانسي قنقر